اشتركوا في القناة 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 وحينة عني البلدان موجهة للمستثمرين ورجال الاعمال تلخص بشكل شامل نقاط القوة والضعف بالاضافة الى الافاق الماكرو اقتصادية على المدى القصير وبطبيعة الحال حتى لو لم يتم تحديد مصادر المعطيات يتم الحرص مع ذلك على شرح المنهجية المتبعة لكل سؤال تمت دراسته ويتيح الترتيب الموضوع لمختلف البلدان وفق كل مجال من المجالات التي تمت دراستها اجراء المقارنات واستخلاص الدروس اللازمة لنرى تموقع بلدنا على مستوى جودة الحياة يستند التصنيف الى تصورات اكثر من ميتين وثمانية وخمسين الف شخص حول العالم طلب منهم تقديم تقييم حول 199 دولة على اساس عشرة معايير انطلاقا من الاستقرار الى الشفافية مرورا بالمساواة يقيس التصنيف التصور العام للدول الاكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام العالمي وبالتالي مع استثناءات قليلة فان البلدان الصغيرة ومتوسطة الحجم هي التي توفر جودة حياة افضل وضمن الدول العاشر الاوائل تحتل الولايات المتحدة وحدها كدولة كبيرة المركز التاسع ويعود احتلال موناكو للمرتبة الاولى الى ما تنعم به من امن والى استقرار والى استقرارها السياسي ونظامها الصحي العمومي المتطور وتحتل قطر المركز الثامن فيما يمكن اعتبار احتلال كوبا للمركز سبعة عشر مفاجئا متوفقة بفارق كبير على فرنسا التي تراجعت الى المركز سعود وعشرين اما المغرب الذي حل في الصف مياه وثلاثين فيمكن القول انه يحتل مكانا لا يحسد عليه بغيت هنا نوجد غير واحد رسالة لذلك الناس التي يخورت يقول لك المغرب يعني غادف تقدم والعيش فيهم زيان والحرية والتعليم والصحة وكل شي يعني يعطوك يعني يعطوك جميع الايجابيات على المغرب ولكن ما عمرهم تحاولوا يعطوك الحقيقة مثلا يعطوك الجانب باستلبية في المغرب هذا شيء ما يعجبني شينا أنا يمكن لي نهضر على الجوانب الايجابية ويمكن لي نهضر على الأجانب باستلبية ولكن نحن في المغرب الأغلبية مثلا الناس الذين يقدموا محتويات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نقول كلهم ولكن العدد الكبير منهم دائما توجه للإيجابيات خاصة الناس الذين يعيشوا في المغرب نحن نحاول نجد الإنسان يشوف غرف هذه الصورة الجميلة ولكن لا نقدر مثلا نقول شيئ حاجة خيبة على المغرب لأن في المك تقول شيئ حاجة سلبي على المغرب يقول أنت تكره المغرب وانت تهدي وكتخلي الناس يعني بحيلا المغرب مثلا بجزيرة وما يوصل لأي شي واحد يعني بعض الناس لا يعرف أن العالم أصبح صورة أمام كل إنسان يريد أن يرى يعني إذا تريد أن ترى بلاصة سترى الوسائل التواصل الإجتماعي الإنترنت يعطي فكرة على أي بلاد يريد تعرف على شيئ المغرب مهم تصنف هنا في 130 يعني كوبا يكشل كوبا جاءت في المركز 17 لماذا كوبا جاءت في المركز 17 لأن تغفر صحة فابور تعليم فابور وتعليم جيد رغم أن الوضعية كوبا يوجد من ناحية الحياة العيش كان صعوبة كبيرة ولكن كوبا المشكل هي أن مفروض عليها لونبارغو يعني هذا هو الذي تجعل كوبا تعيش الظروف القاسية جدا ولكن رغم هذا يجعل تعليم صحة و توفر السكن رغم قلة الإمكانيات ولكن يحاول يدير كل جهدين يقدم لك الشعب لهم نوع من الحياة الرفاهية ولكن على الأقل الحياة نورمال يجعل حياة نورمال المغرب لتكراسة 130 فيمكن القول أنه يحتل مكانا لا يحتد عليه علاوة على ذلك فإن هذا الترتيب لا يختلف كثيرا عن التصنيف الذي يعده بانتظام تقرير السعادة العالمية اللي هو World Happiness Report الذي أحدثته الأمم المتحدة لقياس القدرة على السعادة من خلال تطوير مؤشر السعادة البشرية اللي هو IBH الذي يعتبر مكملا لمؤشر التنمية البشرية اللي هو IDH المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار هي التروة الأمل في حياة بصحة جيدة التضامن واحترام الحرية الفرضية والسخاء والثقة في المؤسسات آخدا بعين الاعتبار مستوى الفساد وتحتل في اللندا وفق هذه المعايير المرتبة الأولى وذلك للمرتبة السابعة على التوالي وقد يطرح السؤال لماذا هذا البلد بالدات والجواب بسيط أن جوهر طمأنينتهم يكمن في ثقة المجتمع كتب مؤلف التقرير على سبيل المثال يسترجع الشخص حقيبة نقوده بعد مضي وقت وجيز على ضياعها ولا يعتبر التصنيف الأخير الذي يهم متوسط سنوات 2020 و2020 مفاجئا البتة فدول فنلندا والدولمارك وإسلندا تحتل المراكز الثلاثة الأولى وتحتل الإمارات العربية المتحدة كأول دولة العربية في الترتيب المرتبة الـ 26 يعني رغم كل ما يقال على الإمارات من الآم ودكشي ولكن يعني يجيب للمرتبة الـ 26 ركم يعني كنظر كل شي يعرف عنه وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية في المرتبة 30 ويأتي المغرب بفارق كبير عن هاتين الدولتين في المركز 100 يعني الإمارة جت في المركز 30 السعودية جت في المركز 40 والمغرب جاء في المركز 100 على بعد مركز واحد من فلسطين يعني المغرب الشعب المغربي والشعب فلسطين يعيش في صدوره هذا هادراء ما كان يقول لشهنا ولكن هادراء قال التقرير أن فلسطين جاءت في الصف 99 والمغرب جاء في 100 يعني الشعب في فلسطين يعيش حسن من المغرب متبوعا عن قرب جارنا الجنوبي ما عرف ما هو الجار الجنوبي اللي هو وش موريطانيا ولا مالي الذي يحتل المرتبة 103 مع الإشارة إلى أن عدد الدول المختارة لهذا التصنيف هو 137 بلدا تتديله أفغانستان القابعة في المؤخرة المغرب جاء في تصنيف 100 وأفغانستان جاءت 137 يعني ما كان ما كان نظرش كان شيء فرق كبير ما بين 137 والمغرب وأفغانستان جاءت قريبا مقاربين وبالحديث عن صرتي بأفضل 500 مؤسسة جامعية للتعليم العالي فالوضع يتبدو مقلقة بكل صراحة ليس فقط بالنسبة دول الجنوب عموما وأهم المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار هنا تتلخص في سبع نقاط التأثير العالمي الملحوظ 20% إجابات المشغلين 20% تعليقات مدراء العمل 10% نسبة الإدماج في سوق الشغل 10% القبول والاستحقاق 10% التخصص 10% السمعة والأكاديمية 20% بناء على هذه المعايير احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة ب6 جامعات ضمن العشر الأوائي العالميين تليها المملكة المتحدة ب3 جامعات ثم سويسرا بجامعة واحدة فيما جاءت أفضل جامعة صينية في الرتبة 29% وأفضل جامعة ألمانية في الرتبة 47% أما فرنسا فحصلت على الرتبة 52% بفضل المدرسة الوطنية للإدارة ولا تتضمن قائمة أفضل 100 جامعة أي دولة من جنوب القرى الأرضية فقد احتلت الهند الرتبة 129 متبوعة بروسيا في الرتبة 134 والبرازيل في الرتبة 150 أما أول دولة عربية في الترتيب فقد جاءت في الرتبة 2013 يعني أحسن جامعة في الدول العربية احتلت 113 وهي المملكة العربية السعودية بجامعة الملك عبد العزيز تليها الجامعة الأمريكية في لبنان ثم جامعة قطر في الرتبة 418 وجامعة الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 494 المغرب المعروف تاريخيا باحتضانه لأقدم جامعة في العالم وهي جامعة القراوين التي شيدت في سنة 859 ميلادية وما زالت الدراسة مستمر ربيع إلى يومنا هذا يغيب للأسف عن القائمة كما هو الحال بالنسبة لأغلب الدول العربية وأول جامعة مغربية في الترتيب تلوح من بعيد بعد الرتبة 1000 يعني أحسن جامعة يعني ترتبات عالميا في المغرب جات في الرتبة 1000 حسب تصنيف المجالة البريطانية تايمز للدراسات العليا Time Higher Education ولذلك فليس هناك أمامنا أي مجال للحديث عن التنافس والتموقع في سلاسل القيمة العالمية فب فبالخيل الأصلية يربح الصباب المطلع بصفة عامة على القوائل المختلفة التي تنشرها مجلات Sea World ماجازين يصدم يصطدم بالحصيلة المتواضعة لبلادنا التي تأتي في الرتبة 140 دمنا قائمة 194 أفضل دولة من حيث عدد الأشجار هنزيد هنا عدد الأشجار في المغرب لا تبدأ لكم هذه الخضورة داخل المدن في ممتاز الصورة الجميلة المغرب جاء مكلاسي 140 ضمن قائمة 194 أفضل دولة من حيث عدد الأشجار والرتبة 65 من ضمن 192 دولة أفضل دولة لعيش الأشخاص المسنين أكثر من 60 سنة والرتبة 60 من بين 142 دولة الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي هذا ما الله يلحشوه بالله المغرب دولة عريقة وقاديمة جدا هذا التصنيف الأخير جاء ضمن دراسة عالمية استطلعت أراء حوالي 320 ألف خبير بشأن ترتيب الدول حسب 11 معيار على الصحة القوة العسكرية تحالفة الدولية القوة الاقتصادية القيادة الوطنية ثقافة البلد التجارة والسياحة تأثير ديبلوماسي الجالية في الخارج تأثير العالمي والمساعدة المقدمة للدول المحتاجة ومستوى العلاقات والتواصول مع باقي العالم وفيما يشبه المحابة حصل المغرب على معدل جد مشرف 97 من مئة دولة تزاحمه على دولة مصر فيما يتعلق بترتيب الدول الأقل تدينا محتلا بذلك الرتبة 14 متقدما بشكل كبير على المملكة العربية السعودية التي تأتي في المرتبة 43 بمعدل 93 نقطة يعني هذا شيء ونحن نفذنا بأحد النقطة يعني المغرب دول أكثر تديون يعني المغرب يعني مكلاسي حسن من السعودية في التديون شيء جميل ولكن هذا لا يمنع أن تصنيف خطير هذا لا يقول مثلا مسؤول مغريبي أو مسؤول جزائري أو مسؤول مصري هذا يعني هذه المعطايات وهذه المعلومات يجمحها واحد الموقع أمريكي باش كيعطي المستثمرين فكرة على المغرب وفكرة على أي دولة باش يختاروا وش ممكن يمشي ويستثمروا فيها ولا ما يستثمرون ش فيها زيادة على هذا الموقع يعطي حتى معلومات على مثلا مستوى الفساد مثلا الرشوة يعني يعطي عدة معلومات كتمنى الأخوات يقرأ ويمكن ترجمه حتى يمكن ترجمه حتى الفرنسية يمكن ترجمه حتى العربية يعني يعني سيو وورد ماجازين يعني اللي يمكن لكم تلقى فيه معلومات مهمة ومهمة جدا وكنظل أن مثلا المسؤولين المغاربة من اللي غادين لو أنهم يعرفوا ولكن نظل يعرفوا ربما يمشي ويعرضوا على هذا الموقع هذا يعرضوا عليه مثلا مليينات باش يعطي المغرب صورة جميلة ولكن كنظن هذا ما يتعاملوش بهذه الطريقة هذه أنك مثلا يعني بهذه الطريقة الخبيثة هذه لا أظن ولكن أنا غير كنقول ولا هذا هو الواقع دي المغرب هنا غير واحد نصيحة للناس أوليهم مثلا باش تبقى وترجو الانتقادات للناس لكي ينتقدوا الأوضاع سنصلحوا بلادكم أولا أعطيوا للناس واحد صورة جميلة مثلا ما كان هدرتنا مثلا الإصلاح دي مثلا الطرقات ولا طروط أنا كان هدرت الإصلاح الاجتماعي بني للناس مستشفيات يعني محترمة في جميع في جميع الأماكن الأماكن الفقيرة والأماكن الغنية وتقدم الشعب دي لك خدمة طبية يعني تكون يعني بشتبيل الإنسان الكرامة دياله في الوطن دياله قدم للناس قدم الشعب المغربي مدارس محترمة قدم للناس المغربي خدمات اجتماعية محترمة اللي كتعبر على عراقة ذاك الشعب اللي من المفروض خصو يكون شعب تعيش واحد النوع من الحياة الكريمة عادك السعاء يمكن لك تناقش معايا ويمكن لك اللي كنقول لانا كنشوف مثلا في التعليقات عدة اشخاص تيجي يبقى يقول انت انت لعبة ديالك الاسطوارة المشروخة اللي كالقايدة ديال انت من الخوانات انت تمور من الخارج كده ولكن ما يمكن شوش هما يشوف يعني قبل ما تجي يعني تنتاقض هنا متى worm تمت النسبة المغاربة التي يستافذ من التقطية الصحية تتتف Jean الحquelle المغاربة التي تستفد حقيقت أحد تلقى مثلا واحد في المئة ولا جوش في المئة من المغاربة اللي فعلا تعيشوا الحياة لمن المفروض خاصة عيشة اي مغريبي ولكن الباقية كنلقوهم كلهم كيفما كتشوفوا مثلا الماليك عنده قصر فيه مئة غرفة ولكن في المغرب كنلقوا الملايين من المغاربة تقلبوا غير على غرفة وحدة ومالقاوهاش هذا هو اللي كننظر عليه هنا اخوة الاخوات كانت معي لكم موضوع سبارك الله عليكم وإلى اللقاء